استعان قاضي في كولومبيا ببرنامج تشات جي بي تي للحكم في قضية بتتعلق بطفل مصاب بالتوحد ويجا القرار بإعفاء أهله من دفع تكاليف الموعيد الطبية والعلاج والنقل للمستشفيات وأشار القاضي إخوان بدلة إلى أنه استشار روبوت الدردشة لإصدار قراره وسأله هل القاصر المصاب بالتوحد معفى من دفع رسوم العلاج فكان رد تشات جي بي تي نعم وفقا للقانون الحالي في كولومبيا يعفى القاصرون الذين تم تشخيص إصابتهم بالتوحد من دفع رسوم العلاج وبعد أن أثار القاضي جدل واسع بهذا التصرف اللي قام فيه كان جوابه أن القضاء ليسوا حمقى وأنهم لن يتوقفوا عن كونهم قضاء إذا استعانوا بالذكاء الاصطناعي لأن تشات جي بي تي يقوم اليوم بما كانت تتولى سابقا المساعدة السكرتيرا ولكن بطريقة منظمة وبسيطة فهل بتوافق الرأي؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today